الركيزة الأولى الهوية الجندرية أن يعيش الإنسان وفقا لهويته الجندرية هكذا يقول علم الجندر الاجتماعي تحدثت كثيرا في هذه الحلقة في هذا الاتجاه ولا أريد أن أستمر في حديثي لأن الكلام سيطول ويهتشعب سأكتفي بالذي قلته الركيزة الثانية الركيزة الثانية هي ما يؤكد عليها علم الجندر الاجتماعي تعديل الواقع الاجتماعي تعديل الواقع الاجتماعي وإنما يتم هذا من خلال المساواة في الفرص ومن خلال المساواة في الأجور قطعا أهم الفرص هي فرص التعليم وفرص العمل هناك أنواع أخرى من الفرص لكن الفرص الأهم في حياة الناس فرص التعليم وفرص العمل المساواة في الفرص قطعا علم الجندر لا يتحدث هنا عن الرجال والنساء فقط وإنما يتحدث عن كل الهويات الجندرية عن كل الأصناف الجندرية فعلم الجندر علم يتحدث عن كل المجموعات الجندرية المساواة في الفرص إنها فرص التعليم وفرص العمل بالدرجة الأولى المساواة في الأجور قطعا الأجور إنما تترتب على العمل فهناك فهناك مساواة في التعليم وقطعا هذا التعليم سيقود إلى العمل بعد التعليم يأتي العمل فرص في التعليم تحكمها المساواة ثم فرص في العمل تحكمها المساواة ثم تأتينا المساواة في الأجور بين الرجال والنساء باعتبار أن العدد الكبير من المجموعات الجندرية إما أن تتكون هذه المجموعات من الرجال أو أن تتكون من النساء أما الأصناف الأخرى لا زالت قليلة بالقياس إلى مجموع البشر ستكثر في الأيام القادمة هذا أمر طبيعي فهناك عمل وهناك مخططات وهناك نشاط دؤوب لأجل هذه الغاية إذن هاتان ركيزتان مهمتان من ركائز علم الجندر الركيزة الأولى الهوية الجندرية أن نعيش وفقا لهذه الهوية الركيزة الثانية أن يكون هناك تعديل للواقع الاجتماعي لا أن تكون فرص التعليم للرجال فقط أو لمجموعة من المجموعات الجندرية وكذلك بالنسبة للعمل وكذلك بالنسبة للأجور فبعد تشخيص الهوية الجندرية وأن الحياة تكون مبنية على أساسها ندخل في تفاصيل الحياة ونبدأ من هنا من تعديل الواقع الاجتماعي فتكون برامج الحكومات وبرامج المؤسسات وبرامج الجامعات وفقا لهذا النظام فرص متساوية لكل المجموعات الجندرية في التعليم وبعد التعليم فرص متساوية لكل المجموعات الجندرية في العمل وبعد أن يكون العمل هناك مساوات في الأجور بين كل المجموعات الجندرية فليس هناك من تمييز بين رجل وامرأة بين مثلي وغير مثلي وهكذا قلت لكم من أنني سأعرض بين أيديكم مجموعة من ركائز الثقافة الجندرية هاتان الركيزتان من علم الجندر الاجتماعي وسأشير إلى ركيزتين من فلسفة الجندر الركيزة الأولى إنها اللذة اللذة في الفلسفة الوجودية الجندرية اللذة غاية وحينما نقول من أن اللذة غاية فهذا يعني أنه ليس هناك من قوانين تحكم هذه اللذة فيلسوف مثلي يعد من أرقى فلاسفة القرن العشرين ومن أرقى مثقفي فرنسا وله تأثير كبير في الثقافة المعاصرة وفي الثقافة الجندرية أيضا ميشيل فوكو يبني فلسفته على أن اللذة غاية وهذا ما هو بكلامه هذا الكلام إذا أردنا أن نبحر في الفلسفة القديمة فإنه سيعود إبحارنا بنا إلى الفلسفة اليونانية القديمة والبرنامج ليس لدراسة الفلسفة والحديث في تأريخها نحن وفلسفة الجندر ركيزة من ركائز هذه هذه الفلسفة اللذة وهذا الأمر إذا ما رجعتم إلى كتب فلسفة الجندر ستجدونه واضحا وواضحا جدا أعود أعود إلى ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي المثلي الذي كان مثليا إلى أبعد الحدود أتعلمون كيف مات فوكو هذا الفيلسوف الذي تنتشر كلماته في كل كتب الثقافة المعاصرة فوكو في أيامه الأخيرة سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي سان فرانسيسكو هناك حمامات للجنس الجماعي وبالطريقة المتوحشة بالطريقة السادية المتوحشة فوكو كان يعشق هذا اللون من الجنس المثلي أصيب بالأيد ومات فيلسوفنا العظيم بالأيد في السنة التي مات فيها يقولون من أن أول حالة شخصت بإصابة الأيد في العالم هي حالته في تلك السنة هؤلاء هم قدوتنا سأحدثكم عن هذا في الحلقات القادمة حينما ألج إلى الكواليس إلى كواليس الجندر فوكو هكذا يقول من أن اللذة غاية وحين لا نستطيع أن نحاكمها الغاية لا تحاكم لا نحاكمها لا بالأخلاق هو الذي يقول الأخلاق لا تحاكمها الحقائق العلمية لا تحاكمها هذا هو منطق فوكو اللذة غاية في حياة الإنسان فحينما تصبح اللذة غاية بحسب فوكو وبحسب غيره أيضا من الفلاسفة الذين هم على هذا المذاق وفي نفس هذا المشرب لا تحاكم اللذة حينئذ لا بالأخلاق ولا بالحقائق العلمية ولا بأي شيء آخر ومن هنا يتحدث المتحدثون حينما يدافعون عن الذين يمارسون الجنس مع الأطفال في أيامنا هذه وسيصبحون جزءا من المجموعات الجندرية في قادم الأيام مثلما أصبحت مجموعات سابقة كانت تدان سابقا وأصبحت جزءا من المجموعات الجندرية التي فتحت لها الأبواب في زماننا على مصارعها من هنا من هنا فإن الثقافة الجندرية التي تثبت حقوق الجندريين على اختلاف أصنافهم إنها تدعو إلى الجنس المشار وتدعو إلى الحب المفتوح وتدعو 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 إنها اللذة التي هي الغاية سأعود إلى منطق الفلسفة الفلسفة الوجودية فأنا هو الموجود ولا يوجد شيء آخر أنا ألقيت في هذا الوجود لست أنا الذي خلقت نفسي ولا أعرف خالق لي أنا موجود وحسب وأنا مجبور على حريتي حرية التي لا حدود لها واللذة غاية وغاية هذه لا تحاكم لا بالأخلاق ولا بالحقائق العلمية ومن هنا فإن الجنس وإن الحب وإن وإن كل ذلك سيكون متاحا سيكون متوفرا وليس هناك من لائم لماذا يلوم اللائم فأنا الإنسان وهذه حاجتي وهذه غاية واللذة لذتي والحرية حرية الأبواب مفتوحة لي وأنا مسؤول عن تصرفاتي فمن أنت حتى تحاكمني هذه هي الفلسفة الوجودية الجندرية إنها اللذة الحاكمة الغاشمة اللذة غاشمة في حكمها إذا ما هيمنت على الإنسان فإنها تقضي علي نذهب إلى فاصل الركيزة الثانية من ركائز فلسفة الجندر تحقيق الذات وكل الذي مر علينا يؤدي إلى هذه النتيجة إلى تحقيق الذات بحسب الفلسفة الجندرية فحينما شخصنا هويتنا الجندرية وجعلنا حياتنا وعيشنا وعلاقاتنا ابتداء من الحياة الشخصية ومروراً بالحياة الأسرية وانتهاءاً بالحياة الاجتماعية هذا إذا بقيت حياة أسرية ولكنهم يتحدثون عن الحياة الأسرية التي تنشأ بين المجموعات الجندرية لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فتشخصت هويتنا الجندرية بحسب ما يقول علم الجندر الاجتماعي وكانت حياتنا مبنية على أساسها وتحركنا باتجاه تعديل الواقع الاجتماعي فكانت الفرص متساوية لكل المجموعات الجندرية في التعليم في العمل وكانت الأجور متساوية أيضاً وكل هذا ونحن نتحرك باتجاه غايتنا التي هي اللذة التي لا تحكم لا بالأخلاق ولا بالحقائق العلمية إنها حريتنا المفتوحة وحيث يستطيع الإنسان أن يبحر بعيداً في لذته الفلسفية المزعومة هذه هنا تتحقق ذات الإنسان فها هي هويته الجندرية بحسب ما هو يريد وها هو قد نال فرصته التي يستحقها وها هي اللذة بمتناول يده وليس هناك ملائم يلومه هقد تحقق الذاته هذا هو الذي يصرون عليه وهم يعلمون النساء من أن المرأة لا بد أن تحقق ذاتها إنني أتحدث عن المعنى العميق للفلسفة الجندرية لا أن يقول لها من أنها تكمل الدراسة الجامعية ومن أنها تحصل العمل المفيد وبالأجور النافعة التي تنتفع منها ومن أنها تنال حريتها في الحركة والتنقل إلى غير ذلك وبهذا تحقق ذاتها إنهم لا يتحدثون عن هذا إنما تتحقق الذات وفقا لهذه الركائز ولمجموعة أخرى من الركائز أنا أحدثكم هنا عن بعض ركائز الثقافة الجندرية وماذا وراء الأكمة ألا يقولون من أن وراء الأكمة ما وراءها ماذا وراء الأكمة حينما يحقق الكائن الجندري ذاته أكان رجلا أكان امرأتا أكان ذكرا حبيسا في جسد أنثى أم كانت أنثى حبيستا في جسد ذكار أم وأم وأم حينما يحقق الكائن البشري الكائن الجندري ذاته عبر المسار الذي أشرت إليه وإن كان بالإجمال وهناك العديد من الركائز الأخرى ما أشرت إليها المقام مقام إيجاز وماذا أصنع لهذا الوقت الذي سيفه مشهور أمه معيني ماذا وراء الأكمة الحقيقة أنقلها لكم من عمق مصادر الفلسفة الوجودية ومن عمق مصادر فلسفة الجندر إنهم يتحدثون عن موت الله هم لا يقصدون أن الله كان حيا ومات وإنما يتحدثون عن موت الفكر الديني حينما يقولون مات الله فهم لا يعتقدون بأنه كان موجودا حيا ثم مات هذا كلام مرموز كلام مرموز برمزية فلسفية مات الله أي أن الفكر الدينية مات وانتهى إنه فشل في فشل فكل اختراع علمي يقولون يؤكد موت الدين يؤكد موت الله هكذا هم يقولون الاختراعات العلمية معجزات هذه التكنولوجيا كلما ظهر شيء منها كلما تأكدت وثيقة موت الله كلما تأكدت وثيقة موت الدين لأن الدين يتحدث بلسان الخرافات حينما يتحدث عن الكون وحقائق العلم في هذا الكون هكذا هم يقولون مات الله وماذا بعد ومات الدين وماذا بعد ومات المجتمع المجتمع بأعرافه على اختلاف الثقافات المراد من موته من أن المجتمع بدأ يتحلل شيئا فشيئا وصار ثابتا من أن الأعراف والتقاليد أمور طارئة ومن أن الأخلاق ليس لها من جذور حقيقية إنها انعكاسات نفسية وهذه الانعكاسات النفسية من آثار التفاعلات التفاعلات الكيميائية في بدن الإنسان فليس هناك منروح لأن الحياة عبارة عن مجموعة معادلات كيميائية عن مجموعة تفاعلات كيميائية في بدن الإنسان وفي لحظة من اللحظات هذه التفاعلات تتوقف وحينئذ يموت الإنسان فالحياة مجموعة تفاعلات كيميائية وحينما يموت الإنسان ينتهي وليس هناك من شيء وراء الموت فمات الله ومات الدين ومات المجتمع والأخلاق انعكاسات لحالات نفسية مردها إلى تفاعلات كيميائية ويقولون من أن الحقائق هذه أثبتت في المختبرات والفكر النسوي هكذا يقول ومات الرجل وماتت المرأة إنهم يتحدثون عن الرجل القديم بالمناسبة لا بد أن تعرفوا من أن الفكر النسوي يتبناه رجال ونساء ليس حكرا على النساء الفكر النسوي يتبناه يتبناه رجال كثيرون مثل ما هناك نساء كثيرات مات الرجل القديم الذي يبدو هكذا نحن بقايا من كائنات منقرضة سننقرض سينقرض الرجل القديم مات الرجل القديم وماتت المرأة القديمة وها نحن قد دخلنا في زمن ولد فيه الرجل الجديد والأنثى الجديدة المرأة الجديدة إنها المرأة الجندرية قد تكون مرأة وقد تكون رجلا إنه الرجل الجندري قد يكون رجلا بالفعل وقد يكون امرأة وهذه الامرأة قد تكون امرأة تشعر بأنها رجل وهذا الشعور حقيقي في داخلها وقد تكون امرأة هي تريد أن تكون رجلا وقد تكون امرأة تحت هذا العنوان كوير هذا العنوان المفتوح هذه نظرية كوير من أن الكائن البشرية الجندرية يمكن أن يتنقل من حالة إلى حالة ويمكن أن يجمع كل الحالات فلقد مات الرجل القديم وماتت المرأة القديمة وولد الرجل الجندري الجديد وولدت المرأة الجندرية الجديدة وولدت المجموعات الجندرية الجديدة هذا هو الذي اثبت في الفلسفة الجندرية وليس اليوم منذ عقود وها نحن نقطف الثمار الثمار بين أيدينا إنها ثمار يانع ثمار طازج ويا لها من ثمار أأخذكم إلى لقطات من واقعنا الجندري مظاهرات في يوم الاحتفال الذي عنوانه الافتخار بالمثلية الافتخار بالمثلية عنوان لإحتفال ولمراسيم أقيمت هنا في المملكة المتحدة وتقام في أماكن أخرى رجاء اعرض لنا الفيديو موسيقى 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 واصلوا جهادهم منذ سنة 1972 وجاءوا بهم كي يقودوا هذه المظاهرات ويرتبوا برنامج هذا الاحتفال هذا البرنامج انعقد في المملكة المتحدة بتاريخ 27-2022 نحن هنا نحن لوطيون نحن شاذون نحن متحررون جنسيا بحسب تعابير مجتمع الميم نحن قادمون كي نأخذ أطفالكم هذه الأغنية العالمية لهؤلاء صارت شعارا لهم رجاء أسمعونا هذا الشعار ترجمة نانسي قنقر وإلى جسدي ملكي جسدي ملكي وحدي أنا جسدي ملكي وحدي أنا جسدي ملكي وحدي أنا جسدي ملكي وحدي أنا خلق الله باسم جميل عقل سليم وقلبي رحيم أحب نفسي أحب نفسي أحب جسدي أحب شعري أحب نفسي أحب جسدي أحب وجلي أحب شعري أمشي فرحا أحب مرحا جسدي ملكي جسدي ملكي جسدي ملكي وحدي أنا جسدي ملكي وحدي أنا جسدي ملكي وحدي أنا جسدي ملكي وحدي أنا وهذه ركيزة أيضاً من ركائز الثقافة الجندرية جسدي ملكي وحدي أنا مرت الإشارة إليها في حلقة يوم أمس رجاء أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء الكندي أحب جسدي ملكي وحدي أحب أحب الجسدي وحدينا نحن كلمة وحدينا نحن كلمة وحدينا نحن كلمة أعلم أنه أصبح جسدي أعلم أنه إنهم نحن تدريد أعلم أنك كلمة التشاكي مهم جداً في الفلسفة الجندرية وفي الثقافة الجندرية الجنس الآخر للفيلسوفة الوجودية الجندرية الفرنسية سيمون دي بوفواء إنها عشيقة سارتر سأحدثكم عنها في الحلقات القادمة لأنها مؤسسة ولأنها فيلسوفة ولأنها ولأنها كتابها الجنس الآخر جئتكم بمثال من هذا الكتاب فهرست الموضوعات من الجزء الثاني الكتاب في جزئين الجنس الآخر يقع في جزئين الجزء الأول عنوانه الوقائع والأساطير والجزء الثاني عنوانه التجربة الحياتية وهو أكبر من الجزء الأول أخذت فهرست الموضوعات للجزء الثاني أقرأ عليكم العناوين بعد المقدمة القسم الأول التشكيل إنه تشكيل الكائن الجندري تشكيل الكائن الإنساني الفصل الأول الطفولة الفصل الثاني الشاب الفصل الثالث التدريب الجنسي الفصل الرابع السحاقية وسيمون هذه كانت سحاقية سحاقية وسحاقية جدا وكانت تمارس السحاقة مع تلميذاتها ولذا بعد كثرة الشكاوى عليها أخرجوها من المدرسة منعوها من التدريس ارتبطت بها مجموعة من تلميذاتها وكانت تمارس السحاقة معهن في بيتها وبعد ذلك تأخذهن إلى سارتر وفي ممارسة ثلاثية للجنس أو جماعية كانت سيمون وسارتر مع تلميذاتها هذه هي اللذة في الفلسفة الجندرية في الفلسفة الوجودية هذه المصاديق هذا ما هو بكلام قاله قائل عنها هي تحدثت عن نفسها بذلك إذن هذا القسم الأول التشكيل الفصل الأول الطفولة الفصل الثاني الشاب الفصل الثالث التدريب الجنسي الفصل الرابع السحاقية قطعا لا تتحدث عن نفسها هنا بنحو مباشر لكنها تتحدث عن نفسها وعن مثيلاتها بنحو غير مباشر القسم الثاني الوضع الفصل الخامس المرأة المتزوجة الفصل السادس الأم الفصل السابع الحياة الاجتماعية الفصل الثامن المومسات والخليلات الفصل التاسع من النضج إلى الشيخوخة الفصل العاشر وضع المرأة وطبعها القسم الثالث التبريرات الفصل الحادي عشر النرجسية نها تتحدث عن النساء وأحوالهم الفصل الثاني عشر العاشقة الفصل الثالث عشر الصوفية القسم الرابع نحو التحرير الفصل الرابع عشر المرأة المستقلة إنها تتحدث عن نفسها حين طلبها سارتر للزواج رفضت ولكنها عقدت اتفاقية مع سارتر أن يبقى يحبها وأن تبقى تحبه ولكن لها الحق أن تأخذ عاشقين آخرين وله الحق أن يتخذ عاشقات أخريات ولكن الحب الأكبر يبقى لها في قلب سارتر ويبقى الحب الأكبر لسارتر في قلبها لها أن تمارس ما تمارس لتحقيق أقصى لذتها الجنسية وهو كذلك لكنهما اتفقا على أن يحدث أحدهما الآخر سارتر بكل تلك الأفاعيل وبالتفصيل الممل لأن سارتر كان يلتذ بالاستماع إلى مثل هذه الأحاديث وهي أيضا فإنهما يجدان متعة في الاستماع إلى أحاديث بعضهما عن مغامراتهما الجنسية هؤلاء هم الأسوة والقدوة في ثقافة الجندر والحكاية أكثر من هذا سأحدثكم عن كثير من هذه الحقائق في الحلقات القادمة الوقت يجري سريعا وبقيت عندي مطالب سأعود إليها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكنني في آخر الحلقة أذكركم وأعيد بث الجزء الأخير من الفيديو الذي عرضته قبل قليل حينما كان المخضرمون اللوطيون يتحدثون إنهم المجاهدون في طريق الجهاد منذ سنة 1972 ميلادي رجاء أعرضوا لنا هذا المقطع المخضرمون who marched these streets 50 years ago. 400 or 500 people with just as many police looking very pofos on either side, very disgruntled that they were having to march with these people who were deviants. In my own choir, the guy who was organising our pride march was attacked by homophobes last night and ended up in hospital with his boyfriend. That shows, if anything shows at all, that what we're doing today is absolutely relevant. Dave Allen, كوميديان إرلندي توفي سنة 2005 للميلاد. هناك مقطع فيديو في سنة 1976 مقطع يتحدث فيه بنحو كوميدي لكنها كوميديا حقيقية. نشاهد أمان آمان 20 years in prison. 20 years ago if you were a homosexual you were fined 200 pounds and sent to prison for 2 years. 5 years ago if you were homosexual you had a small fine and you were pardoned. I got off with a warning. I said what are you leaving for? He said I'm gone before they make a compulsory. I was talking to a man the other day who was leaving, decided to emigrate, decided to leave this country. And I said why are you leaving? He said it's homosexuality. I said what are you talking about? He said 300 years ago if you were a homosexual you were hanged, drawn and quartered. 100 years ago if you were a homosexual you were hanged. 50 years ago if you were a homosexual you were flogged and given 20 years in prison. 20 years ago if you were a homosexual you were fined 200 pounds and sent to prison for 2 years. 5 years ago if you were a homosexual you had a small fine and you were pardoned. I got off with a warning. I said what are you leaving for? He said I'm gone before they make a compulsory. شر البلية ما يضحك. انتهى وقت الحلق. نلتقي غدا ان شاء الله تعالى كي نكمل الحديث. سألكم دعاء جميعا في امان الله. شكرا. شكرا. شكرا.